موسيقى 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 السلام عليكم في هذا الفيديو سوف أعطيكم كيف ممكن نأخذ شاشة الموبايل بالكامل على جهاز الكمبيوتر طبعاً ما رح نستخدم اي برنامج بس رح نستخدم برنامج او متصفح الجوجل كروم في البداية رح نشغل متصفح الجوجل كروم وبعدين مروا على لوحة التحكم الخاصة في المتصفح ونذهب مباشرة بعدها على خيار الستنج الاعدادات وبعدين نذهب على خيار الاكستنشن الاضافات ونضغط على خيار براوز دا جوجل كروم ويب ستور وبعدين ندور على اضافة اسمها في سور ونضغط على خيار البحث رح تظهر اليك هاي الاضافة بعدها منضغط على خيار Add to Chrome علشان نثبت الاضافة على المتصفح ونضغط على Add App وبتستنى عندما يتم تثبيت الاضافة على المتصفح وكما رح اضيف رابط الاضافة داخل المدونة وربط المدونة رح تلاقيه داخل وصف الفيديو وبعدها لو رحنا على خيار الاكستنشن رح نشوف انه الاضافة فعلا تم تثبيتها على المتصفح وبعدين من روح على خيار Details ونضغط على خيار Create Shortcut علشان نضيف اختصار للاضافة على سطح المكتب زي ما احنا شايفين هاي الاختصار الخاص في الاضافة خلينا نشغل الاضافة طبعا رح يطلب منك الان تشبك الموبايل مع جهاز الكمبيوتر عن طريق كابل USB بعدها منضغط على خيار Find Device وبعد ما توصل الموبايل مع جهاز الكمبيوتر تضغط على خيار Find Device طبعا رح يظهر عندك اسم الموبايل الخاص فيك تضغط على خيار Select ورح يعطيك رسالة على الموبايل تضغط على الموافقة علشان تعمل اتصال مع الموبايل جهاز الكمبيوتر وابتستنى شوي ورح تشوف انه شاشة الموبايل الخاصة فيك ظهرت على جهاز الكمبيوتر زي ما احنا شايفين هاي شاشة الموبايل بامكانك تتحكم في الشاشة مثل ما بدك وهيك بنكون وصلنا لنهاية الشرح باتمنى ما تنسونا في الضغط على لايك والاشتراك في القناة تحياتنا لكم دمتم بحفظ الرحمن